موسيقى أخي المشاهد أختي المشاهدة نريد أن نرحب بكم في هذا البرنامج الجديد الذي يتكلم بالأخص عن حياة وتعاليم يسوع المسيح هناك تساؤلات كثيرة الإنسان يتساءلها ما هي رسالة يسوع المسيح هل هو كرسول أم نبي فقط جاء لتكميل جزء من رسالة الله وخطة الله أم هو نفسه خطة الله للإنسان لكن قبل ما نمتدي في هذه البرامج نحب أن أعرفكم عن نفسي أنا شخصيا حتى تكون عندكم فكرة عني وكذلك أكيد في المستقبل تكون عندنا اتصالات من خلال أشياء كثيرة فلهذا نحب أن أعرفكم أنا شخصيا عن نفسي لكن أريد فعلا أن نشكر الله اللي أعطانا هذه الفرصة حتى نكون مع بعض من خلال هذه الأوقات وهذه البرامج أنا شخصيا اسمي يوسف ولدت في عائلة مسلمة محافظة وكل الأفكار التي كانت عندي عن المسيح وتعلمه عن الإنجيل كانت فعلا أفكار غير كاملة وكنت أعتقد أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجب أن يختاره كل إنسان ولكن الله أراد لكي أعرف شيء آخر عن حقيقة المسيح ففي أحد الأيام من حولي تقريبا 27 سنة الله أعطاني الفرصة لكي أزور أوروبا ومن خلال زيارتي لأوروبا كنت تبعا في بلد أجنبي عادات وتقاليد تبعا مختلفة أفكار لغة كل شيء كان مختلف لكن من خلال أكيد حياتي ووجودة في أوروبا أو في ذلك البلد كان هناك أشياء مباحة كما يقولون أشياء مباحة كثير مثل مثل الخمر الزنا الملاهي كل أشياء كان موجود ولكن أول مرة في حياتي لما كنت موجود في أوروبا قابلت جماعة من المؤمن المسيحيين أول مرة في حياتي نعرف عن ما هو التعليم الصحيح وماذا يعلم الإنجيل عن المسيح وماذا تعني طبعا كلمة مسيحي مؤمن فخلال هذه الفرصة طبعا كنت في أحد الشوارع في المدينة اللي كنت طبعا نازل هناك لكن قابلت جماعة من المسيحيين يرنموا بالغتار يحاولوا يتكلموا مع الناس عن المسيحية فبالنسبة إلي ولو حتى ما فهمت ولا إشي لكن قلت للأخوي اللي كان موجود معايا كنت زيارة طبعا عنده قلت له هذا هو أحسن يوم في حياتي لكن أنا شخصيا ما فهمت ولا إشي على الشي اللي قلته لكن الله اختار باش يعتني الفرصة باش نسمع عن الإنجيل وفعلا هذه الجماعة لحظت فيهم بساطة لحظت فيهم طبعا محبة إلى الله ولكن لحظت أن هناك واحد المحبة لبعضهم بعض لحظت أن هناك فيه وحدة وفيه أن وجود شيء خفي لكن شيء وجود قوي في وجود في حياتهم فالجماعة هذه المسيحيين استدعوني لكي انزورهم في البيت فأثناء زيارتي البيت عندهم فوجئت فعلا كانت بالنسبة إلي مفاجأة كبيرة جدا أول شيء الذي فوجئت به أن كانوا أناس بسطاء في حياتهم في لباسهم في أكلهم في شربهم في كل شيء كان شيء بسيط ولكن كذلك استغربت في أشياء كثيرة من جميع الأشياء طبعا اللي استغربت فيها هما إنسان جماعة ما يشربوا دخان يعني ما يتكيفوش كما نقوله احنا عدنا بالجزائرية ولا بالمغربية ما يتكيفوش ما يشربوش خمر الخمر وما يروحوش طبعا الملاهي الليلية للديسكوتك كما نقوله الأشياء كثيرة ما يروحوش فأنا اتفاجأت وقلت قلت لهم أنتم معلش ديرين كما هكذا قالوا لي يا أولدي احنا مسيحيين مسيحيين مؤمنين لكن قلت لهم ما هو الفرق واشه هو الفرق بناتكم أنتم كمسيحيين هكذا والمسيحيين تأوروبا فقالوا لي هناك فرق كبير بين واحد أوروبي واحد مسيحي أنا كنت نعتقد في السابق أن الإنسان المسيحي هو أوروبي أو هو غربي وأن المسيحية والمسيح جاء فقط للغرب والأوروبيين وكنت نسمع كذلك فأثناء طفولة انتعي أن الإنسان الأوروبي أو الغربي الله أعطاه كل شيء في هذه الأرض لكي يتناعم في هذه الأرض لأن بعد ما يموت حيكون مصيرهم جهنم فهذه الفكرة التي كنت عندي في السابق أن هذه الناس مصيرهم جهنم فلهذا الله أعطاهم كل ما يحتاجه في هذه الأرض ولكن لما قابلت هذه الناس فجئت في أول مرة في حياتي نعرف الفرق بين المسيح الحقيقي والأوروبي أو الغربي العادي فخلال زيارتي للبيت عن هالجماعة المسيحيين بدأوا يكلموني عن المسيح وقالوا لي أن هناك فرق كبير بين واحد مؤمن مسيحي اللي فعلا أختبر المسيح في حياته وبين واحد أوروبي غربي عادي فقلت هل ممكن نعرف عن من هو المسيح لكن الشيء طبعا اللي اجدبني بقوة هو حياتهم لأن شفت فعلا حياتهم فيها قوة غير عادية فيها شيء يعني خفي ولكن شيء قوي اللي يعطاهم طبعا هذه القوة لكي يتغير وتغير قوي من داخل وظهرت طبعا الفواكه أنت الحياة تحمل الإيمان تحمل في الخارج فاختبرت وجد في حياتهم سلام فرح وحدة حقيقية وجد كذلك في حياتهم أن هناك محبة في وسطهم ولكن هناك كذلك محبة الله في حياتهم ككل فقالوا لي وعرفوني طبعا عن ما هي رسالة المسيح ولماذا جاء المسيح عن هذه الأرض لكن بعد ما سمعت عن المسيح أنه في هذا جاء لكي يخلص الناس من عدب جهنم لكي ينقذنا من عدب الجهنم ولكن المسيح كذلك جاء باش يكفر باش يخلص على الدنب ويتهرنا من داخل ويعطينا فعلا حياة قوية حياة فيها سلام فيها ثقة فيها يقين فيها رجاء فعرفت أنه في على المسيح هو كانت عنده رسالة أعظم من هي كرسالة نبي أو رسول لكن أنا شخصيا طبعا كجزائري لازم كان عندي تساؤلات كثير من جملة تساؤلات التي كنت سألها هل فعلا أن الإنجيل محرف هل المسيح هو ابن الله ماذا تعني كلمة أنا جيل أربعة فكانت عندي تساؤلات كثيرة ولكن بدأت أن أقرأ في الإنجيل وفي الكتاب المقدس من خلال قراءة الكتاب المقدس من خلال قراءة الإنجيل عرفت ما هي خطة الله للإنسان عرفت أن في أن الإنسان الله لما خلق آدم وحواء وضحهم في جنة عدن وأوصاهم بأن يأكلوا من جميع فواكه الجنة إلا شجرة ما يرفات الخير والشر لكن عرفت أنهم أعصوا الله وأكلوا من تلك شجرة فنقول بما يسمى من في الكتاب المقدس هو تم الخطيئة سكن في حياتهم وإحنا كأناس مهما كان جنسيتنا مهما كان اللون البشر مهما كان ديانتنا إحنا وردنا تلك الخطيئة فعرفت أن المسيح جاء لكي يموت على الصليب حتى يكفر على الخطيئة يخلص بالنوب وبالإيمان فيه الله يقبلنا ويغفر ولكن يعطينا كذلك سلام وحياة معه فبديت نتساءل كتير كانت عني تساؤلات كتير حول ما هو يكون مصيري مع عائلتي كيف كنت من عرضت الفعل أنت على عائلة أنت على أصدقاء فكانت عني تساؤلات كتير كنت نتساءلها ولكن ولكن نتساءلات ولكن بعد حوالي ثلاث سنوات بعد ما فعل قريت واقتنعت بأن المسيح هو الحق والطريق والحياة قبلت واحد مسيحي اللي ساعدني باش فهمت باش فهمت معنى كل التساؤلات اللي كنت نسألها على المفهون مسيح ابن الله هل إنجيل فعلا محرف هل أن المسيح فعلا صريب على الصريب وقام ومات هل أن هناك لماذا هناك أربعة أناجيل فكل هالتساؤلات تساؤلتها لكن شيء طبعا اللي يقنعني بقوة هو حياتهم وحياة هذا الإنسان وفي سنة الثمانين بالضبط ممكن في شهر أربعة شهر أبريل أو شهر ماي اختبرت في حياتي لمسة قوية من الله اختبرت في حياتي أن المسيح فعلا دخل قلبي فاعترفت بدنبي وطلبت من الله أن يغفر لي خطيتي وقبلت المسيح كمخلص شخصي لحياتي ففي ذاك اللحظة لما سلمت حياتي إلى المسيح وقبلته كمخلص إلي وأنه كفر واتفعل ابن تعيد اختبرت سلام مع الله اختبرت ثقة جديدة مع الله اختبرت فراح ولكن كذلك اختبرت شيء عظيم جدا الله أعطاني يقين أن بعد الموت سوف تكون للحياة الأبادية وهنا السؤال اللي نحب أن نطرحه على كل أخت وآخ مشاهد مهما كان جنسك مهما كان جنسيتك مهما كان طبعا لون البشرة لنتاعك مهما كان خلفيتك مهما كان ديانتك مهما كان تعمقك في الدين قال المسيح في هذه الآية في إنجيل متى والإصحاح الحادي عشر والآية تمنى والعشرون قال المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتوضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم لأن نيري هي وحمل خفيف جاء المسيح لكي يحمل أثقاننا لكي يحمل ذنوبنا لكي يحمل مشاكلنا على الصليب فهو جاء لكي يموت على الصليب ويكفر يدفع عنا نحن فبإيماننا في يسوع المسيح لمعمل ولا خطية ولكن هو الله بدله باش يموت على الصليب من أجل خطيتنا بهذا الإيمان فيه الله مستعد أن يغفر خطيتك أن يجدد حياتك أن يعطيك انطلاق جديد معاه أن تختبر وتختبر فرح وسلام حقيقي مع الله لأنه قال تعالوا إلي يا أيها المتعبين والتقي الأحمال وأنا أريحكم نشكرك ونشكركم طبعا على هذه الفرصة ونتمنى أن نلتقي في برنامج أخرى فإلى ذلك الحين الله يبارككم ويحفظكم من كل شر آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر